هعلمكم تستخدم ورقة نبات الألوفيرا بالطريقة الصحيحة استخدام ورقة الألوفيرا بشكلها طبيعي أفضل طريقة للاستفادها منها أول حاجة بعد ما نقطع الورقة هنسيبها لمدة ساعتين لحد ما تنزل المادة الصفراء اللي فيها لأن المادة دي بتعمل حساسية للبشرة بعد ما نتأكد أن كل المادة الصفراء خرجت هنشيل الشوك اللي فيها باستخدام مقص بدون ما نجرح جسم الورقة بعد كده هنقطع أطراف الورقة وهنرميها دلوقت الورقة جاهزة وممكن نستخدمها بأكتر من طريقة ممكن نقطع منها شرائح صغيرة ونستخدمها تحت العين للهالات السوداء وعلاج انتفاخ العين وممكن نقطعها تقطع متساوية ونكشف طرف الورقة وتستخدم مباشرة على البشرة أو الشعر والباقي نقدر نحتفظ بيه في الفريزر أو التلاجة زي ما هو كده عشان يفضل صالح لأطول فترة ممكنة ودي أفضل طريقة نقدر نحافظ بيها على ورقة نبات الألوفيرا تغذر وصلحها لاستخدام وصلوا عنها في التعليقات واذكروا لها